تهتم المدارس السورية بشكل خاص باللغة العربية تهتم بتدريسها وتعتبرها مادة مرسبة يكفي أن تفشل بها حتى تضطر إلى إعادة العام بأسره رغم ذلك كانت دراسة جافة لا مرونة ولا إبداع فيها حتى أن خرجي هذه المدارس قل ما أجادوا اللغة العربية الفصحى بشكل سليم إن لم يكونوا مهتمين بها بشكل شخصي مؤخرا مثلا تشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه هي وهذه المنشورات التي نشرتها وهي لوزير التربية لدى النظام السوري دارم طبع وذلك خلال افتتاحه منتدا حول أهمية التعليم واللغة العربية وخلفه لوحة إعلانية كتب عليها أوتي بتعليمي كما نشاهد في اللهجة الدارجة العامية السورية في بعض المناطق في بلاد الشام تحديدا وخاصة دمشق تنطق القاف همزة وهذا ليس فصيحا بتاتا لذلك سخر الكثيرون من الصورة وأضاف قائلين مثلا بالأوة والعلم من حق المستحيل هذه إحدى التعليقات التي كتبت على هذه الصورة لكن وعلى الرغم من الانتشار الكبير لهذه الصورة عبر صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها صورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق والحقيقة أن الصورة الأصلية خلف وزير التعليم أو وزير التربية في حكومة النظام دارم طباع كانت مكتوبة باللغة العربية الفصحة قوتي بتعليمي جرت تعديل عليها بواسطة الفوتوشوب بهدف السخرية منذ تعيينه في منصبه في العام 2020 من قبل بشار الأسد كان دارم طباع محطة سخرية للكثير من السوريين كون النظام السوري قد اختار أن يضع طبيبا بيطريا في منصب وزارة التربية